الحياة الأسرية في البادية تعتمد على صلابة المرأة البدوية وشجاعتها وعزيمتها وهي لا تقل أهمية عن الرجل كونها ارتبطت بأرضها وتحدثت البئة القاسية بكل فصولها المرأة البدوية هذه تقاوم ومتقدرش بها وحدة مدينية تجيبها تقيش هنا ومتقيشش هنا في هذه البرى تقاوم كل المسائل أما البارد أما العجاج أما كل شي تقاوم البدوية تجمع الحطبة لتشعل الموقدة لتحذر لنا القهوة بالخرجلان على طريقتها تحذر لنا في البدوية وإنتها وفي تحتها في المقاة ومتبني بيتها ويش نحكي لكم بلدي هذه اللينا من هنا كانت البلد كانت وكلا أنا دايري ندرس تقاوم بأسراني عايشين في المثنين كما للمرأة البدوية بجبال عمور بولاية الأغوار عدة أعمال منها نسيج الظربية وأعمال يدوية بالحلفة حلب الأغنام والبقر وتحذير اللبن بأسلوب عيشها البسيط استطاعت المرأة البدوية أن تحافظ على مهنة الأجداد دون كلن أو ملل بأزة وفخر مثل نعلف وتعلم معنا نفرز والقلم نتفرز معنا في الحليب تحلب معنا هنا كل واحد يشتر له يطيب هالو إن شاء الله وكل واحد عايش ويجيب مكتوب وكل واحد ورب يقع رأي يشوف الخليق ما هو شقه يشوف خصوة لأجل البقاء تأيش المرأة البدوية في سراء يومي من أجل كسب معركة الحياة بنمط عايش بسيط ينصبون الخيام من بقايا أكياس القمح فيسكنون فيها ردحا من الزمن قبل أن يتنقلوا إلى مكان آخر للبحث عن الكلأ وهكذا هي عيشتهم ترجمة نانسي قنقر